موسيقى قبل الفاصل تحدثنا عن الأرق والحاجة إلى النوم طيب ادخل الفرد بحالة استرخاء وبحالة شبيهة بالنوم عن طريق التنويم المغناطيسي شو بيعتبر وشو يعني تنويم المغناطيسي موسيقى بين العلم والخرافة بين الناس وبالطب بتختلف معلومات الناس عن موضوع التنويم المغناطيسي التنويم المغناطيسي ده من أيام الستينيات كانت في الأفلام العربي فيلم عبد السلام من البولسي ده أما دلوقتي دي زهرة خرافات أصلا ما عرفش حاجة عن التنويم المغناطيسي غير أفلام اسمعين ياسين كنت شوفها أنها حاجة خرافية بس بعد كده ظهر أنها أصلا التنويم المغناطيسي مش حاجة خرافية لكن هو بيأثر فعلا على أفكار الناس وإنتشاره كان بدءاً من المغرب التنوين المغناطيسي ممكن يكونوا بيستخدموه عمال الدجل والشعوزة أو ممكن يكون ليه حاجة فعلاً موجودة في الطب النفسي بس إيهية الله أعلم تنوع شي أصلاً بالتنوين المغناطيسي التنوين المغناطيسي ده يعني عملية من عملات السحر اللي بيستخدمها بعض الصحر ولمش عوزين التنوين المغناطيسي ده بينايموه ببقى ساعات يعني ناس نصابة تقول لك تنوينه عناهم وتنوينه مغناطيسي هتقول اللي عندك أيه الكلام ده فكلام ده كله غير علمي وكل مناظب الحاجات اللي هي فيها التنوين عبارة عن سحر وشعوزة ده حاجة مش متعلمية خالص لتنوين المغناطيسي كلام ده كله لأن كل حاجة لها علم هل إحنا ووسنا العلم إن في حاجة يسميه تنوين hill manzis تنوين المغناطيسي ده إنه سرح فيه المدرسة إنه بيؤثر على الخلايا العصرية وبيخلينا ممكن نبقى فقدين الوعي بس حاسين باللي حوالينا زي بنج نصفي بالزبط يعني التنويم المغناطيسي تقريبا بيستخدم في نوع من أنواع العلاج وبعدين احنا ما عندناش فكرة كفاية عنه يعني ياريتش بقى فيه معلومات أكتر عشان نفهم يعني هو إن مضمون بتاعه التنويم المغناطيسي ده علم وأنا كنت فرجت على برنامج بتاع بس ناس للأسهل في اسم الدكتور وكان في برنامج بتكلم عن طرق التنويم المغناطيسي وكان بيقول إن الواحد يركز في حاجة معينة ويبدأ يسترخي خالص ويبدأ يحسس نفسه لنايم واحدة واحدة بينام ونيهاد رجب بضيافتنا خبير التنمية البشرية للحديث عن التنويم المغناطيسي ومهيتو كمان بضيافتنا الفلكي محمد كمان حضرتك زميل أستاذ نهاد كمان خبير بالتنمية البشرية مساء الخير وأهلا وسهلا فيكن بضيافتنا حسن مش أنت لازم تتنوم لازم أنا نهاد آها كلنا لازم تتنوم أنا لازم تتطبق علي نظرية التنويم المغناطيسي خليها نقرب لا أنا ما بسترجع عم بنزحا نهاد بس عم نحكي عن التنويم المغناطيسي شو نقصد فيه شو تعريفه علميا طيب علميا التنويم المغناطيسي هو حالة استرخاء ذهني فيها الشخص بيصبح متقبل للإقتراحات يعني الإقتراحات هو الجمل العلاجية اللي على أساسها بيبدأ أن هو يتغير الحالة دي علميا اسمها trans state علميا أكتر اسمها الترديان ريثم الشخص بيدخلها أي جملة أنا ممكن أقولها له بيبدأ أن هو يستقبلها ويتأثر بها وكأنها واقعة بالنسبة لك وبيحملها معه بالضبط أنت واثق من نفسك يبقى واثق من نفسه أنت بتعرف تتكلم بيعرف تتكلم أنت بتحبش تأكل كتير ما بيأكلش كتير فهمني هي دي فكرة الإقتراحات مبسوط الموضوع جميل جدا وهو بيكون مبسوط جدا وسعيد جدا ما فيش أي نوع من أنواع السيطرة زي ما هنتكلم بعد كده ما فيش أي نوع من أنواع التحكم الشخص بكامل إرادته بيدخل في الحالة وبكامل إرادته بيتغير بس تش الناس عندها أفكار خاطئة عن هذا الموضوع يعني برأي الناس أنه تنويم المغناطيسي ممكن ندخل إلى عقل شخصه ونجبره يروح للجريمة أو للإنحراف يعني ليش هيد الفكرة الموجودة ومرأسها خلال الشكل السينما أن هم مثلا في السينما المخرجين عايزين يعملوا فيلم ويبيعوا تذاكر فبالتاله ممكن يجيبوا حاجة دي عبدالسلام النابولسي وأفلام وشد الحاف وشد أنت الأول فالناس خدت فكرة عن الهيبنوسيز اللي هو نوع من أنواع السيطرة خلينا أقول لك يا ريت يعني لو في حاجة زي كده مش هتأخر بس هي النقطة هي أنه لو في حد يقدر أنه هو يسيطر على حد ويخليه يعمل حاجة غصبا عنه زي ما الناس متخيلة كان زمانه ملياردير مثلا كان زمانه داخل أي بنك وعمل أي حاجة فهمها الفكرة الموضوع أبسط من كده بكتير بس هي السينمات الإعلام الأفلام اللي بدأت أنها تشوه علم محترم دلوقتي ملايين من الناس بتدخل في هبنوسيز كل يوم عشان يتعالجوا شوهوا يعني السينما شوهت خرفيا العلم ده خاننا أحكي بفوائد التنويم المغناطيسي ونشرح اليوم من خلال هالبرنامج مظبوط إذا تم اعتماد التنويم المغناطيسي نحنا شو منكون عم نفيد وشو المعتقدات الخطأ اللي يجب نطلع منا ونتخطأها طيب أوكي من ضمن فوائد الهبنوسيز هو أن الشخص بيقدر أنه هو يتواصل مع الموارد الداخلية بتاعته ما مع يوسانا بالسبقانشس ميند عقل الباطن وده في كل اللي هو محتاجه علشان خاطر يقدر أنه هو يتغير موارد وقدرات ربنا عز وجل اللي خلقها جوانا إحنا ما عندناش أدنى فكرة عنها لأنه إحنا عايشين في البرمجة الصابقة بتاعتنا فسر ليها بطريقة مبسطة أكتر كيف يعني؟ على سبيل المثال مين هنا يعتقد أنه ممكن يمشي على الفحمة على سبيل المثال فحم مولع ممكن تمشي عليه بير فوت اللي هو من غير أي جزمة أو أي إن كان هو الناس كلها تقدر تعمل كده بس هالفكرة مين معتقد أنه يقدر يعمل كده سيدنا خالد بن الوليد شارب السم عايش في ناس قدرت أنها تعمل حاجات ممكن بالنسبة لنا تبقى خوارق الإمام الغزالي كان يقدر يحفظ ألف كتاب في فترة صغيرة جدا ناس كان عندها قدرات إحنا متخيلين أنها قدرات خارقة بس هي في حقيقة الأمر هما كانوا متواصلين مع عقلهم البطن باستخدام التنوين بالإحاق بنعلم الناس إزاي يقدروا يدخلوا جوى المغزن ده والكنز ده علشان ياخدوا كل اللي هم عايزون ففيه لقطة سلبية خلال نبدأ بيها حتى اللي الناس معتقدة عن الهيبنوسز التنوين بالإحاق يمكن من خلاله السيطرة على المستفيد وحمله على العمل ما ضد رغبته الكلام ده غلط تماما وتم إثباته علميا أن الكلام ده غلط ما بيحصلش ولو في حاجة زي كده فعلا بتحصل كان زمان نسمعنا عنها في الإعلام أو في الأكبر طيب كيف ما أنت لمن هيدا الشخص أنت عم تطبق عليه التنوين المغناطيسي بتقله مثلا لازم تخفف الأكل لازم تمتني عن التدخين لازم تكون ثقتك بنفسك أكتر ما عم بتزرع له هالأفكار جوته ومش ممكن تزرع له فكرة شريرة حلوة في الهيبنوسز بيقولنا أن الشخص لما بييجي بيبقى عنده حاجة هو عايز يغيرها لو أنا قلت له فكرة تانية هو بيرفض الفكرة التانية هو بيركز بس على الفكرة الأسية اللي هو عايز يسمحها أصلا فهو لازم يكون عنده رغبة لو ما عندهوش رغبة يقدر سيطرة أنه هو يفتح حين ويقوله أنا مش عايز أقض معك هو يقدر ودي حاجة عايزين نقول للناس فيها الشخص مش بيكون في غياب في الوعي زي ما هنشوف مع أستاذ محمد الشخص بيكون يقض مركز مع الفكرة اللي هو عايزها تتحقق في حياته ممتس استخدار للجن والعفريت حرام يعني هي الفكرة أن الناس حرمت التنوين بالإيحاق بعض الدول بدون ذكر اسمها حرمت استخدام التنوين لأن هم معتقدين أن كمعالج أنت بتستخدم الجن والقرين والعفريت علشان تأيصر على الناس والسيطر عليهم كلام ده ما بيحصلش قد لا يستيقظ ده شخص من حالة التنوين بالإيحاق كلام ده غلط لأن التنوين هي عبارة عن حالة استرخاء دهني ما فيش حاجة زي كده ما فيش حد ممكن يموت في الهيبنوسيز إلا لو كان قدره كده التنوين ما بيموتش التنوين بالإيحاق يستخدم في علاج الأمراض العضوية ده لبعض الناس الدجالين بيحاولوا أن هم يوصلوا للناس كانسر عالجك من الكنسر بالهيبنوسيز عمدك مشكلة مش عارفين عالجك منها بالهيبنوسيز حتى لو قويت له إيرادته ضد هالمراض يعني عادة بيقولوا الإيرادة هي نص العلاج بالضبط أنا من التأويل إيرادتي حتى قاوم هذا المرض ما تكون عم بتساعدني من خلال التنوين المغناطيسي 50% بلان هي الفكرة أنا بقوي الإيرادة وبحفزه أن هو يتغير يتغير وفي نماذج كتير جدا بالألوف قدروا أن هم يتعالجوا من السرطان بالإيرادة من غير أدوية وليح حاجة ممشون هيك بتأويل إيرادة من خلال كمان التنوين ممكن تنفع بالحال بالضبط كتب التنوين بريحاء لضعاف العقول أنه هو للناس الجاهلة اللي ما بتفهمش بالعكس الشخص كلما بيكون مثقف وفاهم وعارف كلما بيدخل في الهيبنوسيز في الحالة بشكل أسرع نقطة الضعف عند الشخص أو اللي عم بتم عليه التنويم المغناطيسي اللي عم يطبق عليه يعني في كتير أشخاص بيخافوا يقولوا إيش هني ما بدون يقولوها بالحياة دايما بيعتقادهم أنه أنا إذا تم تنويمي مغناطيسيا رح أحكي كل شيء هل هالشيء صحيح؟ الكلام دا مش صحيح أنت مش هتقول حاجة تحت التنويم أنت مش واعي لها أنت قريدي واعي طبقاً لجيمس برايد وناس التانية اللي عملت الهيبنوسيز أصلاً بيقولوا فكرة التركيض على فكرة واحدة أنت بتركز أنت قريدي الوعي بتاعك موجود مش ملغي فأنت مش بتقول حاجة غصباً عنك الكلام دا غلط تماماً يعني أما بالنسبة للبوينتس الحقيقية الخاصة بالهيبنوسيز فأولاً التنويم بالإيحاء هو الوصول بالشخص اللي موارده الداخلية وقدراته اللي زكرني زي ما اتفقنا التنويم بالإيحاء هو حالة السرخاء ذهني التنويم بالإيحاء بيساعد في إنقاذ الوزن والثقة بالنفس تزويد الثقة بالنفس تخلص من المشاعر السلبية إبطال العدات الإدمان المخدرات التنويم بالإيحاء معترف به في الكبرى الجامعات العالمية كيمبرج أوكسفورد وفي أقسام وأبحاث ومعامل الموضوع دا مش تهريك دلوقتي فلو في حد متخيل إن الهيبنوسيس لسه بيستخدم استخدام خاطئ وإن الكلام دا ما بيجيبش نتيجة عايزه يبطل الفكرة دي دلوقتي ويبدأ يغير اعتقاده لإن الكلام دا ممكن فعلا يغير حياته للأفضل أوكي وما في فكرة إنه أنا المن بديك تستيقظ يعني بيقدر يوعى بساعته بيقدر يستيقظ بساعته ولا ممكن يرجع يكمل بثابات أوكي هو السؤال دا شوية تقني لأن في لما بنعمق حالة ترانس ستيت بندخل في الألترا ديبث بندخل في الكوما ستيت ساعات بندخل في حالات أعمق كل ما الحالة تبقى أعمق كل ما الاسترجاع بياخد وقت بس إحنا ما بنوصلش للألترا ديبث مثلا نادرا لكن إحنا في الطبيعي لما بقول له هعد من واحد لخمسة عشان ترجع الشخص بيفتح حينه بمطالة بساطة في حالات نفسية كمان بيخدم معه نهاد الإنسان وبيحملها كل حياته فمنشوف أنا عم بحكي حسب ما بقرأ وحسب ما بشوف ببعض الأفلام الوسائقيات بيفوتوا إلى مراحل الطفولة معه من خلال التنويم المغناطيسي بيرجعوا بمراحل كتير قديمة تمام هذي من المراحل الصعب اللي عم بتقول عنها بيفوت واحد إلى التعمق وإلى الجذور ده بيسمى بالإدج ريجريشن أو الاسترجاع في العمر والاسترجاع في العمر هنا إن أنا ممكن أخلي الشخص يسترجع بعمره عشر سنين عشرين سنة في استرجاع ما قبل العمر يعني حد حرفية نماذج وتجارب رجعوه لقبل ما يتولد ويفتكر أحداث هو عمره معاشها والعمر قرع عنها في أي مكان ده بشكله وبآخر من هنا بيبدأوا إن هم يثبتوا موضوع تناسخ الأرواح والكلام ده نعم أستاذ محمد كان لي تجربة مع التنويم بريحاء خاصة بالجلسة التنويم هو ممكن يكون خبرنا عنه شوية كانت هاتش مبدأيا أعرف نفسي أنا الفلك محمد ده مدرب تنمية بشرية الحقيقة بصراحة إن اليوم النهاردة في التنويم بريحاء ممكن من الحاجات المميزة جدا من التكنيك القوية في عالم البرمجة اللي غير عصبية للناس اللي بتجرب وتسمع كنت حابب أجرب التكنيكس دي أنا يمكن مستنى هات كان لي حلقات كتيرة موجودة على اليوتيوب أحد الحلقات اللي شدتني بقوة حلقة عن جذب الأهداف وتحقيق الأحلام قلت أجرب يعني أسمع الجلسة وأشوف المقترحات اللي بيقدمها أشوف هل فعلا أنا ممكن أنام ولا ممكن الكلام اللي بيقول عليه والتنويم المناطيس والكلام ده لكن ببساطة جدا أنا في حالة استرخاء تهم أنا أخياء وباخد بالي من كل كلمة هو بيقولها ممكن بعد كده أنا بعقلي بسرح بخيالي في الأحلام في الأهداف اللي أنا آه بدي أحقها آه وبجد الحمد لله أنا سفدت من الحلقة دي في كل مرة كنت بحدد هدف لنفسي بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة ببدأ أحضر الجلسة دي بحط السماعات في ودني وبسترخي تماما وبسيب عقلي هو اللي بيصرح بخياله زي ما بيقوله بيبدأ أنه هو فعلا يعتقد بمعتقداته أنه هو الحلم ده هوصله ومش بس كده أنا بعيش كمان الرؤية بتاعتي لما بحقق الحلم ده هيبقى شكل إزاي ساعة اللي أنت عاوز ممكن تطلع من هذه الحالة ببساطة ببساطة أنا جاست بس ريلاكس استرخاء يعني عم يتشرب هذه الفكرة استرخاء مع تخيلات مع أنه بيعيش مع الاقتراحات موضوع بسيط جدا يعني مش محتاج دوشا للناس عاملينها عن الهيبنوزز وأتمنى أنه هو يوصل للمؤسسات يبدأوا يعترفوا بيه بشكل وبرك هلأ الهيبنوزز ممكن واحد هو يستخدمها على نفسه تنويم ذات نفسي الهيبنوزز أنا كتير بعد ما تعلمت المستنهات إزاي فعلا من الجلسات دي أنا حتى مع نفسي قاعد في البيت لو أنا فعلا مفكر فيه معين ببدأ الفكرة نفسها بنركز عليها مع التركيز العالي اللواعب يفتح الملفات القديمة بنستخدم التجارب القديمة بنبدأ أنه فعلا نحط الخطة أو الاستراتيجية اللي نمشى عليها عشان نوصل الهدف بتاعنا الخطوات دي بتتم يعني ممكن تبقى حرفيا زي ما أنت تخيلت أنا يمكن كنت أصلا عايش في صعيد مصر وكنت بأحلم أن أبقى مدرب تنمية البشرية وخدت خطوات وأنا في الصعيد كنت بأجي هنا القاهرة بأحدى المحاضرات لمسترنهاد لبعض المدربين المشهورين حتى المدربين لنا جائعين بكنا بنزلوا مصر كنت بأحضر لهم وده لإني كنت بأحلم أن في يوم الأيام أكون موجود في مكان وفي مجتمع وفي شكل مختلف عن أنا فيه أنا كنت راضي بالوضع اللي أنا فيه لكن دايما الشخص الطموح بيدور على شيء جديد بيدور نوعي تعلم علمه وياخد معلوماته معرفة جديدة ده اللي دفعني أن أنا أحضر تنوم بالإيحاء أحضر بربانجة لواء عصبية أحضر كورسات في التغيير ده اللي خلاني فعلا أتغير وحياتي وكمان طلعت ببرنامج كلام في السنة نهاد خلنا نشوف تطبيق على البلاتو هلا على السيديون نبدئيا أستاذ الفلكي أتكلم عني كتير أنا خايف اللي بيتفرج علينا يقول لها ظلمت فيه مع بعض مش كده خالص أتمامنا يعني فكل اللي هيخصد دلوقتي إنه حرك ممكن تقدر تشوف من جرينا تظهر أه مش مش كده طائل حلو كده أنا بس عايزك تركز على نقطة أعلى من مستوى نظرك نعم تخل بساطة بتركز على النقطة بتاخد نفس عميق تخرج برأة حمومتاز بتحيس بالزفير بيخرج برأة جسمك حيس إن كل عضلة في جسمك مسترخية دلوقتي بتقدر تقفل عينك وتحافظ على عينك مقفولة ودلوقتي عايزك تاخد نفس عميق تحبسه جواك وتخرج الزفير ما بين شفيفك فأطول فترة زمنية ممكنة ممتاز كل زفير بيخرج برأة جسمك بيضاعف الاسترخاء جواك يوصلك أعمق أكتر وأكتر في مرحلة الترانس استيت اللي انت يمكن تكونها يشتهى قبل كده بتستحضرها دلوقتي جواك ممتاز هايل كل زفير بيخرج برأة جسمك بيضاعف الاسترخاء أكتر وأكتر واعد من عشر الواحد مع كل رقم حاوله هيضاعف استرخاءك تحس بالاسترخاء بينتشر في كل عضلة في جسمك كأنه موجة نور استرخائي رباني هنتشر من عقلك من دماغك لصدرك لجسمك بيدخل جواك كل عضلة وبيفك أي توطر أي قلق وبيساعدك إنك ترتاح عشر تسعة مسترخي أكتر وأكتر ممتاز تمانية سبعة كل صوت بتسمعه بيضاعف استرخاءك أكتر وأكتر كل شيء حواليك بيدخلك أكتر وأكتر في الهبنوصيز سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد ممتاز ده بالزبط اللي أنا عايزه مع كل ذفير بيخرج برة جسمك بيضاعف استرخاءك عشر مرات أعمق هتدي لك فترة صمت في خلال فترة الصمت عايزك تركز مع الزفير تضعف استرخاءك في خلال ما أنا بتكلم أنت بتركز مع الاسترخاء موضوع بمنطها البساطة في خلال ما مصطر الفلكي بيسترخي أكتر وأكتر هو عبارة عن استرخاء أكتر من كده ما فيش الشخص لما بيكون مسترخي عارف أنت لما يكون عندك مشكلة لو أنت مضغوطة قوي في اللاحظة اللي أنت هتسترخي فيها هتلاقي حل المشكلة ده كل التنوين بمنطها البساطة إحنا بنرخي الشخص بنخليه استريح علشان يلاقي حلول هو ما كانش مركز فيها أو ما كانش عارف أنها موجودة بيكون مركز على مشكلة معينة أو هدف معين بده يوصل له من خلال هذا الاسترخاء بيقوي عنده هذه الإرادة والرغبة بنبدأ بالاسترخاء لكن اللي بعد كده بقى الاقتراحات اللي أنها والهالو والقصص والحاجات دي كلها هو بيعيشها أكتر وضع بمنطها البساطة أي حد ممكن يعمله في البيت بس هو بس يتبع الخطوات البسيطة دي نعم معنا كتير وقت تاني هاد نرجع نفوت للمرحلة التانية إحنا حالا ممكن نسترجع بس خلينا نشوف ماروان بالأول نشوف ردة فعلا الناس على موضوع التنويم المغناطيسي ماروان خليني أقول لك أن احنا النردة يعني فعلا فقرة مختلفة خالص عن كل اللي قدمنا قبل كده قدتنا السؤال بتاعنا ما رأيك في التنويم المغناطيسي وهل سبق وقمت بها زي التجربة فجلنا ردود مثلا هنا صباح بتقول تجربة غريبة وشيقة نفسي جربها مرة فريد بيقول الواحد محتاجي كل يوم نصف ساعة مغناطيسي عشان يبقى زي الفل وفي عاصم بيقول أنا جربت مرة ونمت بس ما حسيتش بأي حاجة بعد نفوت وفي ملك بتقول يعني لو نعمت حد مغناطيسي وديتوا أي أوردر هينفزوا ولا ده أي كلام فالموضوع غريب ومختلف خليني بس في آخر الحلقة أفكر الناس سريعا بكل اللينكس بتاعتنا بتظهر تواصلوا معنا من خلالها بايتش بتاعتنا يا جماعة على الفيسبوك هي بايتش كلام في سرك دي لأنا بقرأ أغلب الكومنت بتاعكم من عليها وفي ناس خليني نقولنا في ناس خلاص بقوا مصحبنا يعني في أسماء كده باي باشوفها متكرارة كتير بقيت عارف أن دول أصدقاء البرنامج زي ما كان بيتقال الزمان وفي الأكاونت بتاعنا على تويتر لو أقات كلام في سرك خشوا عملونا فولو عليه وكمان أي حاجة حابين تتكلموا فيها تخص البرنامج تتكلموا بالهاشتاج بتاعنا هاشتاج كلام في سرك بالعربي وكمان في أحب أفكركم أن بعد ما الحلقة هتخلص تقدروا تشوفوها على اليوتيوب على الحياة تيفي ناتورك عشان أي حد فاتته يقدر يتفرج عليها وأقول لكم تصبحوا على خير ونرجع للفقرة بتاعتنا شكراً لك مروان حتى الصوت تتغير معك أنا حاسة هيكة من اللي بدي أختم برواء يهد شو بيصير بدنا الوعي لطبيعك شكراً أصدق الفلكي تقدر تفتحينك وترجع للوقت الحالي منطهر رواه ومنطهر استرخاء لو أنا كنت سألتك هات الفلوس اللي في جيبة كنت هددها لي طبعاً معيش فلوس أصلاً كان استرخاء تامي أنا كنت بحلم بقى إن شاء الله قريب هيب معي برنامج معاك إن شاء الله يلا إن شاء الله شكراً كتير لحضورك معنا نيهاد رجب كمان أهلاً وسهلاً فيك بدي أفتنا منذكر إنه نوه بنقطة كتير مهمة إنه باليوتيوب بيقدروا يشوفوا المقاطع الخاصة فيه طبعاً صح؟ والتمارين ناللي بيتابع استاذ نيهاد رجب بيقدر يتبع التمارين من خلال اليوتيوب وبيسترخاء كمان منودعكم على أمل نلتقي معكم بحلقة جديدة ونو على الموعد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة